الحياة الفام ظهرة الحياة هو أصبح الآن التكنولوجيا الجديدة التي عمت العالم وخاصة استعمالاتها كثرت وأصبحت استعمالات ليس عسكرية فقط وإنما مدرية وتجارية هناك 200 استعمال تجاري ومدني في العالم بمثل هذه الطريقة وهي استعمالات حيارية جدا مثل الفلاحة وتحديد مكان الحرار وتحديد مكان اللي يحرقوا في الخوف البحر وتحديد الحوت وين يتعدى والفلاحة كيفاش تزرع وين تزرع وين هي الشجرة اللي ماتت اللي ما يزدد ورع السينما خاصة وحتى بيعان الوتلة وقميل سنيزعي يعني بيعان الغرف والسياحة التدوصية أصبحت ضرورية أن تعمل صور وأفلام وأفلام على الشواطر وعلى المظلوك المنظودين في تونس بلاج لجم يعني تخوق المنتوج السياحي متاعي بنعطيك مثال بسيط الطائرة اللي يراها يالية عندها استعمال الماء تمشي للبحر تشوف الماء تسيبوا فيه المزوط ولا ناعم وتجيبوا للمخبر وتحلق تبعث للبراد تشوف أن الصنات عندها الحق يجيب لنا الماء من اللوت أو ينزمها تزيدوا مواد كيميائية وتجيبش المفتحمة على المواطن التونسي وتشوف الواجه اللي يصب فيه المزوط من كيوسك البعلي واللي ينوزه هل يحلو بهذا هذا ما يسمى Water Sampler يعني عينات الماء لا يجيبش واحد يدخل في برادة بعيدة عليه ولا يدخل بحر بعيدة يشوف المزوطة أكحل الشاطع يبعث الضهور يطلع يهز العينة خمك كبالك تحت سقيق وتقولوا له هناك مخابر متجوه له تحط الكابسول في ذلك بالتليفون وتقول له يا سيد الماء هذا يا صالح الشراط وهذا الشرط ما عادش يعمل فيه الناس لأنه خاطر السحر هذا من النحية الاستعمالات إن هذا الميدان أضاعت تومس وقرص بهذه الطائرة فقط خلال عشرين سنة تساوي مئتين شهيد كانت الطائرة هذه منه عسكري كانت الطائرة هذه منه كانت الطائرة هذه منه غارت في الحر كانت هذه الطائرة تلقاه منه هادي فرصة تاريخية أنه تومس تعمل على الناس عندنا كفاءات أكثر من عزوز بشوج وحطوا اليد باليد نعم وما يسمى به برنامج وطني من الطائرة ما يهمه يهمه الدفاع ويهمه حماية الحضور والحرايا والفلاحة وخوري كل واحد أشتوه الكسوة لنبسوا هذه قصوله وكسوته واحد يحب يشوفوا ليه والأخر يحب ينقى الميناء المينات لدينا كابتورات أقراري لك الميناء فيش عام يقبل ما تبعث الجيش يموت إذن يلزم توعية للمسكنين يكونوا الوطنيين هذه عملية الفكر يلزم الوطنية باش العلماء كيبعانا لمدهم ونجدوا قد من طونس أشواء وعشواء جدا الحياة فام الحياة فام ظاهرة الحياة